وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم ببداية جلسات الأسبوع على تباين المؤشرات وسط مشتريات المستثمرين المصريين والعرب قابلتها مبيعات للأجانب سجل رأس المال السوقي مستوى 938.8 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3.9 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.14 من 100% ليغلق عند مستوى 14668 نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 63 من 100% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 19 من 100% ليغلق عند مستوى 4027 نقطة